مرحبا بكم في حياة دافعها الأبدية هذه الدراسة ستكون مذهلة لأن الروح القدسة يملأها ولأنها مليئة بكلمة الله الأبدية أؤمن أنه كما تأثرت تأثيرا غيرني للأبد لقد أثر هذا الكتاب في حياتي أكثر من أي كتاب كتبته نفس الشيء سيحدث معك ما هي أهمية الحديث عن الأمور الأبدية سأقول لكم الآن مكتوب أن الأحكام والمكافآت الأبدية عقيدة ابتدائية قدمها المسيح درستم في التعليم الابتدائي القراءة والكتابة والجمع والطرح هل تبنون تعليمكم الثانوي دون أن تعرفوا القراءة والكتابة والجمع والطرح؟ يبني المسيحيون حياتهم المسيحية هكذا دون أن يفهموا المكافآت والأحكام الأبدية إذن كيف نعد لهذا الأمر؟ حتى أنا صرخت قائلا يا رب كيف أشارك هذا مع الناس؟ فقال لي قصة قصة وهكذا أتت قصة من أكثر من ثمانين صفحة تدعى أفبل من المهم جدا أن تقرأها أو تسمعها والأمر الآخر المهم هو أن تقرأ هذا الكتاب قدمت لكم ست محاضرات فقط والمحاضرة ثلاثون دقيقة بينما هذا هو أطول كتاب كتبته استغرق أربعمائة ساعة هناك أمور كثيرة في هذا الكتاب سوف تغير حياتك بشكل شخصي وبطريقة لم تختبرها من قبل دعونا نبدأ هذه الدراسة دعونا نبدأ في تعلم هذه الحقيقة المغيرة للحياة الحياة التي دافعها الأبدية مرحبا بكم في دراسة حياة دافعها الأبدية أنا متحمس جدا معنا أصدقاء من كندا ومن هونغ كونغ ومن أرجاء كولورادو لنتحدث عن هذا الموضوع المهم للغاية حياة دافعها الأبدية عندما تحدث الله إلي وقال لي أن أكتب هذا الكتاب وأغلبكم يعرف أنني كتبت تسعة عشر كتابا إلى الآن لم يؤثر في أي كتاب مثل حياة دافعها الأبدية أقول هذا لأنه كتب منذ عشر سنوات نحتفل بعيده العاشر لم يصلنا من قبل مثل هذا العدد من اختبارات التغيير بسبب دراسة واحدة لماذا نتحدث عن الأبدية؟ لماذا نستثمر فيها الوقت؟ بعضكم يقول لدي الكثير لأفعله كل يوم حين يكون لديك رؤية أبدية يكون الوضع هكذا في سفرياتي ألتقي بأناس كثيرين مؤمنين يكون لديهم رؤية لثمانين أو تسعين عاما عندما تكون رؤيتك لثمانين أو تسعين عاما ستتخذ قراراتك بشكل مختلف سترى الأمور بشكل مختلف لن تتحمل أمورا من الضروري أن تتحملها إن كان لك رؤية أبدية لذلك لا يجبك مؤمنين أن نرى حياتنا كثمانين أو تسعين عاما بل برؤية أبدية إذن لنتحدث عن الأبدية حياة دافعها الأبدية أيوب أصح 36 عدد 26 آية مذهلة لا يستطيع أحد أن يفهم الأبدية كنت أتأمل في هذا الأمر وقلت لأفتح القواميس وأرى إن لم يكن هناك من يستطيع أن يفهم الأبدية إذن ماذا تقول القواميس عن الأبدية؟ فتحت عدة قواميس وهذا ما وجدته في قاموسين مشهورين جدا الأول قال زمنا لا نهائي وقال القاموس الثاني حالة كون الأمر خارج نطاق الزمن فقلت كيف لم يحقق أحد في هذا الأمر؟ هل تتخيل أن يقول أحد كتب العلوم السمكة كائن فقاري يعيش خارج الماء ويقول آخر السمكة كائن فقاري يعيش في الماء ستقول دعونا نبحث في الأمر وسنلقي بأحد الكتابين صحيح؟ لماذا لا تفعل ذلك في هذا الأمر؟ لأنه لا أحد يستطيع أن يفهم الأبدية دعوني أثبت لكم هذا فكروا في شيء لا نهاية له لا تستطيع أذهاننا أن تستوعب الأمور اللانهائية أين توجد نهاية الكون؟ هل يوجد سور هناك؟ وهذا السور مصنوع من ماذا؟ هل الناحية الأخرى من السور هي نهاية الكون؟ حسناً إذن ألا يوجد فضاء في ناحية الأخرى؟ إذن هل هذه هي نهاية الكون؟ لا يمكنك أن تفكر في نهاية الكون حاول أن تفكر في الله بعقلك حاول أن تفكر فيه لا بداية لم يخلق بلا أب ولا أم ولا بداية يقول مزمور 92 منذ الأزل إلى الأبد أنت الله كيف يمكن أن نفهم هذا؟ لا يمكننا أن ندخله في أذهاننا لكن هذا رائع ما لا تستطيع أذهاننا أن تدركه وضعه الله في قلوبنا لأن جامعة 3-11 يقول إن الله قد وضع الأبدية في قلوبنا هذا أمر مذهل لذلك يقول الكتاب في مزمور 14-1 يقول الأحمق في قلبه الله غير موجود لم يقل في عقله اسمعوني جيدا هناك ملحدون يؤمنون في أعماق قلوبهم بأن الله موجود أنا وليزا لدينا صديق ولكنه مضى ليكون مع الرب لكن منذ سنوات كان من أعظم الجراحين في أكلهوما وكان ملحدا صامدا جدا في الواقع عندما كان الناس يحاولون أن يبشروا كان يلقي بأناجيلهم ويدوسها شعر بأعراض مخيفة وكطبيب عرف أن هناك مشكلة فعاد إلى بلدته وطلب من أصدقائه الأطباء أن يكشفوا عليه ففتحوا جسمه ثم أغلقوه في الحال وقالوا له أمامك 24 ساعة فقط في الحياة وحكى قائلا على السرير في تلك الليلة قلت سأمضي إلى بيت لن يكون جيدا أليس هذا مذهلا مات مرتين في تلك الليلة ولن أدخل في تفاصيل اختباره عن الذهاب إلى الجحيم ولكنهم أنعشوه مرتين وأتى واحد من أصدقائه الأطباء وصلى معه في اليوم التالي ليقبل يسوع المسيح ربا وسيدا ومخلصا وقال هل تقبله شافيا فقال آه بالطبع وخرج من المستشفى بعد ثلاثة أسابيع وعاش سنوات يشهد عن الرب في جميع أنحاء العالم إذن الأحمق هو الذي يقول في قلبه الله غير موجود لأنه ينكر ما وضعه الله في قلبه لا يوجد عذر سأشرح هذا في المحاضرة التالية لنضع تعريفا للأبدية وأفضل طريقة أعرفها هي أن نقرأ التعريف من الكتاب مباشرة هذا تطلب ساعات من التأمل والصلاة الأبدية وضع مستمر لا نهاية له لكنها ليست مجرد وقت لا ينتهي لأنها ليست خاضعة للزمن بل الزمن هو الذي يخضع لها إن تحدثنا عنها كوقت لا ينتهي وحسب نفقد الصورة الكاملة لكي نرى الأبدية أفضل ننظر إلى الله الله غير محدود في قوته وطهره ومعرفته وحكمته وفهمه على سبيل المثال للحصر وهو قائم بذاته إنه موجود منذ الأزل وسيبقى إلها إلى الأبد قيل عنه في إشعياء الصح 9 وعدد 6 إنه الأب الأبدي وفي ترجمة أخرى أب الأبدية وقيل عنه في تيموثاوس الأولى 1-17 إنه ملك الدهور كل ما هو أبدي موجود فيه الأبدية نفسها موجودة فيه كل ما هو خارجه مؤقت وسيتغير مهما كان يبدو صالحا أو أصيلا أو قويا أو ثابتا سيتوقف في النهاية أما الكلام الذي يقوله الله فهو أبدي لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يكسر كلامه لذلك فما يقوله لا يمكن أن يتغير أبدا وإلا فلن يكون الله أبديا والآن فكر كل ما يخص الله أبدي بما فيه أحكامه يصعب علينا أن نفهم هذا في مجتمعنا اليوم في زمن تتغير فيه الأحكام والقوانين طوال الوقت خلال الأسبوعين الماضيين كنت أتصفح الإنترنت هناك رجل عمره 52 عاما يعرف نفسه على أنه فتاة عمره 6 سنوات يرتدي فستانا وله خصلتين ولديه عروسة وتخلى عن زوجته وأولاده ويعيش مع أناس نربونه يحب أن يقود جراره كفتاة صغيرة حسنا سؤالي هو لماذا لا يقول أحد شيئا عن هذا الأمر لماذا نقوم بلقاءات تلفزيونية ماذا سيحدث بعد 20 سنة من الآن سيصبح فتاة عمرها 26 وماذا عن المجتمع رأيت تسجيلا آخر مؤخرا قاموا بلقاء تلفزيوني كبير عنه رجل عرف نفسه على أنه كلب رأيته وهو يفتح علبة طعام الكلاب ويفرغها في طبق ويجلس على يديه ورجليه ويأكل رأيت دراسة رائعة أقيمت في جامعة واشنطن قام رجل بلقاء طلبة قائلا ما رأيك لو قلت لك إنني من الصين فقالوا هذا جميل هذا رائع ثم ذهب إلى شخص آخر وقال له ما رأيك لو قلت لك إنني من الصين وطولي 195 سنتيمتر ونصف فقالوا أنت رجل لطيف هذا جيد ثم قال لأخرى ما رأيك لو قلت لك إنني من الصين وطولي 195 ونصف وإنني امرأة فقالت هذا جيد أنا الآن أفكر منذ عشرين عاما كنا سنقول بقلب مليء بالشفقة أنت تحتاج مساعدة لذلك الرجل الذي يرتدي ثوبا ويتصرف كطفلة لكن اليوم نحن لا نحتمل الأحكام والمعايير ولكن الأمر ليس هكذا مع الله الله أزلي أبدي لذلك كلمته لا تتغير اليوم الكثيرون لا يبنون حياتهم على ما هو أبدي لذلك فالسؤال هو ماذا سنفعل عندما نقف أمامه في الدينونة ستقول ما هذا يا جون هل هناك حقا يوم دينونة ألم تخترع هوليوود هذا الأمر لتخيف الناس لا هناك بالفعل يوم محدد سيحاسب فيه الله في يسوع المسيح كل العالم تحدثت الكنيسة الأولى كثيرا عن هذا الأمر انظروا إلى أعمال الرسل 17 الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا عن خطياهم ويرجعوا إليه لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات ستقول الحديث عن يوم الدينونة أمر مخيف حسنا دعوني أريكم ما يفعله الرسول بولوس هنا إنه الآن يبشر رجلا يدعى فيليكس وزوجته دروسل وهذا ليس مجرد رجل عادي إنه وال إنه شخص مهم وقد كانت قاعة المحكمة مليئة بالأشخاص المهمين انظر كيف وعظه بولوس تذكر إنه غير مخلص بينما كان بولوس يتحدث عن البر تذكر أنه كان يكلم الوالي عن البر وضبط النفس والدينونة الآتية خاف فيليكس وهو الوالي وقال لبولوس انصرف الآن وحين تتاح لي فرصة سأستدعيك لقد أخافه اسمعوا هناك خوف غير صحي وخوف صحي أتذكر عندما كنت في المدرسة الابتدائية أخذنا محاضرة على يومين عن المخدرات تحدثوا عن تأثير مخدر الـ LSD والهيروين وأدخل هذا خوفا صحيا في داخلي كنت ولدا غير مؤمن محبا للحفلات في جمعية الشباب لكن لم أقترب إلى المخدرات بسبب الخوف الصحي وسوف تفهمون أن كلام الله معنا عن يوم الدينونة وحديث الكنيسة الأولى عن يوم الدينونة لا يسبب خوفا غير صحي بل خوفا صحيا ونحن نفتقل هذا اليوم نحن لا نتحدث عن هذا بما يكفي قولوا آمين حسنا الآن أريد أن أذهب إلى الآية الأساسية في دراستنا الكتاب كله مؤسس على هذه الآية وهي في عبرانيين 6 لهذا لنترك وراءنا التعاليم الابتدائية عن المسيح ولنتقدم على طريق الكمال فلا حاجة بنا إلى الحديث ثانية عن الدينونة الأبدية حسب كلام كاتب العبرانيين الدينونة الأبدية هي من التعاليم الابتدائية الآن ماذا تتعلمون في المدرسة الابتدائية؟ تحصل على كل عناصر البناء التي ستبني بها باقي تعليمك تتعلم القراءة والكتابة والجمع والطرح صحيح؟ هل تتخيل أن تبني الدراسة الثانوية أو الجامعية دون أن تعرف القراءة والكتابة والجمع والطرح؟ هذا مستحيل هل تعرف كم مسيحيا يحاول اليوم أن يبني حياة مسيحية صحية بدون تعليم يسوع المسيح الابتدائي؟ ألا وهو الدينونة الأبدية؟ إنه أساس بالنسبة لله لذلك سؤالي هو لماذا لا نتحدث عنه أكثر؟ إن كنت ترى أنني منفعل فأنا كذلك لأنني كنت أصلي وأطلب الله من أجل هذا الأمر لأسابيع وأريد أن أرى الكنيسة تعود لحال الكنيسة الأولى تحدثنا عن ذلك اليوم لأن الله قد وضع الأبدية في قلوبنا ووعظهم أيقظ هذا في الناس معي قولوا أمين هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانا اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زهر cloudlibrary.org حسناً ما نراه هنا هو الدينونة الأبدية قولوا معي دينونة أبدية المشكلة هنا هي أن الناس عندما يسمعون كلمة دينونة يفكرون في الإدانة حسناً دعونا نمحي هذه المعلومة هنا والآن كلمة دينونة المذكورة هنا هي كلمة كريما باليونانية والتعريف الأساسي لكلمة كريما هو قرار سوف أتحدث عن هذا بإسهاب بالاستعانة ببعض القواميس التي درست منها قرار ناتج عن فحص أن تأخذ قراراً وتفصل بين الخير والشر هذا ما تعنيه هذه الكلمة وإن رجعنا إلى عبرانين ستة وقرأناه بهذا المعنى سيظهر بشكل مختلف أمامك إذن لنترك مناقشة تعليم المسيح الابتدائية وننتقل إلى الكمال فلا حاجة بنا إلى الحديث ثانية عن القرارات الأبدية والآن ماذا نفهم من هذا في ذلك اليوم المحدد عندما يدين يسوع المسيح البشر العالم سيتخذ قرارات سيقوم بفحص حياة كل واحد فينا سواء أكنت مخلصاً أم غير مخلص هناك دينونتين دينونة للمؤمن ودينونة لمن لم يقبل يسوع في تلك الدينونة سيقوم بعملية فحص لحياتنا ومن هذا الفحص سيتخذ قرارات وهل تعلمون المقصود من هذا الكلام إنها قرارات أبدية لن يحل بها أي تغيير لن يكون هناك أي مراجعات أو تغييرات أبداً بل سوف تستمر إلى الأبد هذا أمر مذهل قولوا أمين السؤال التالي الذي يجب أن نسأله هو ما هي معايير قراراته ألا تظنون أنه من الجيد أن نعرف هذا هل تعلمون أن يسوع قال لنا هذا انظر إلى ما قاله في يحنى 12 يقول يسوع من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه الكلام الذي تكلمت به انظر إلى هذا الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير نحن نعرف الحكم من الآن لن تكون هناك أي إعلانات جديدة بل ما قد قاله نحن نعرف معايير عرش الدينونة لا أعرف عنكم لكن هذا يحمسني عندما يقول يسوع اليوم الأخير هذا تعبير مساو في معناه ليوم الدينونة كما رأينا في أعمال أصح 17 ويؤكد يعقوب على هذا أيضا يؤكد على ما قاله يسوع عندما نقرأ العهد الجديد ونقرأه بعناية هل تعرف كيف يعرف العهد الجديد نفسه؟ بطريقتين الكلمة ونموس الحرية يعرف العهد الجديد نفسه بهذه الطريقة ماذا يقول يعقوب؟ تذكروا أنه يكتب إلى مؤمنين هكذا تكلموا وهكذا فعلوا كعتدين أن تحاكموا هذه هي كلمة كرينو اليونانية بالنموس الذي يحرركم نموس الحرية إذن نعرف المعايير إذن لن تكون هناك مفاجآت لأنني يمكنني أن أرى يسوع يقول لكن أنا قلت كذا وكذا حين يقول الناس لكن يا يسوع يقول لكن أنا قلت كذا كلمة الله هي معيار الحكم هل تقولون أمين؟ كثيرون من المؤمنين وغير المؤمنين يسمحون بجهل لذلك اليوم المعين أن يقترب إليهم بدون فحص سأعطيكم مثالا على ما يحدث روحيا تعرفون أن القانون قد سمح بالماريجوانا هنا في كولورادو ويباع في صدليات كثيرة لنقول إن شخصا من كولورادو كان عليه أن يذهب فجأة إلى سنغفورة وكان متحمسا جدا لم يذهب إلى هناك من قبل لقد ذهبت إلى سنغفورة 12 مرة لذلك أعرف أنه من ينقل المقدرات إلى سنغفورة سيعاقب بالإعدام شنقا أو بأي طريقة أخرى فيقول ذلك الشخص الذي من كولورادو يجب أن أكون بعض الصدقات في سنغفورة فيملأ حقيبته بالماريجوانا التي اشتراها من إحدى سيدليات كولورادو ويسافر إلى سنغفورة ثم يقابل شخصا ويقول له أهلا تفضل شركني في هذا سيجعلك تشعر شعورا رائعا ثم فجأة يقبضون عليه ويلقونه في السجن فيقول ما الذي يحدث ويحضرونه ليمثل أمام القاد فيقول له إعدام فيقول الرجل ماذا انتظر انتظر ماذا تقصد بإعدام إعدام ما الذي فعلته أحضرت مخدرات إلى بلادنا حسنا وما الخطأ في ذلك فيقول هذا ضد القانون في بلادنا لكن هذا ليس ضد القانون في بلادي لا تهمني قوانين بلادك ما يهمني هو قوانيننا يجب أن تفهموا هذا هناك مملكة تدعى ملكوت السماوات لها قوانين خاصة ربما ليست مثل قوانيننا هنا هنا مثل كلرادو وسنغفورا مثل السماء هل فهمتم ما كنت أقصده في مثالنا؟ لذلك يجب أن تعرف ما هو الوضع الذي تريد أن تكون عليه في ذلك اليوم هل تريد أن تكون خائفا وجاهلا؟ أم تريد أن تعرف إلها محبا؟ إلها قدم حياته على الصليب من أجلنا هل تريد أن تعرف ما يقوله أم تكون جاهلا وخائفا؟ الاختيار لك عن نفسي أريد أن أعرف أريد أن أعرف لأن الله جعل من الممكن لنا أن نعرف ما يقوله هل تقولون أمين؟ إليكم العرض مستعدون؟ يمكننا أن نواجه هذا اليوم بثقة أمين في مكانها كيف عرفت هذا؟ لأنه قال لنا في نموس الحرية يقول يحنى بهذا تكملت المحبة فينا قولوا المحبة بهذا تكملت المحبة فينا تكملت هنا تعني تنضج حسنا بهذا تكملت تنضج المحبة فينا أن يكون لنا ثقة في يوم الدين أحب هذا فنشبه المسيح في هذا العالم وتكون لنا ثقة بالله عندما يدين العالم هل تعلمون ما الذي فهمته من هذا؟ عندما تنضج محبة الله في حياتنا تعطينا ثقة في يوم الدين لكن لماذا؟ حسناً، انظر إلى هذا يحنى الأولى 2.5 يقول لكن من يطيع كلمة الله من حفظ كلمته بالكلية فحقاً في هذا قد تكملت أو نضجت محبة الله إليكم الأمر نحن لا نعرف ما هي المحبة كنت أصلي مؤخراً وتكلم الروح القدس إلي وقال يبني الكثير من الناس في كنيستي يعرفون فقط الوصف العام للمحبة والآن دعوني أشرح لكم إن كان عندك طفل صغير لا يعرف الفرق بين الرجل والمرأة اليوم هناك أطفال كبار أيضاً لا يفهمون هذا الفرق فتنظر إلى ذلك الطفل وتقول الرجل لديه ذراعان وساقان ولديه عينان الرجل لديه أنف وأذنان وشعر فيمكن أن يذهب إلى امرأة ويقول هذا رجل في حين أنها امرأة لم نخبر ذلك الطفل بالحقيقة الأساسية أعطيناه الحقيقة العامة نقول في الكنيسة المحبة ترفق حسناً محبة العالم ترفق المحبة تصبر وكذا محبة العالم لا تتفاخر ولا تنتفخ ومحبة العالم لا تتفاخر نكره المغرورين ولا نحب كبرياء الرياضيين نحن لا ندخل في الاختلاف الذي يفصل محبة العالم التي تسمى فيلو عن محبة الله يحن الأولى خمسة ثلاثة فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه ووصاياه ليست ثقيلة تريدون أن تعرفوا لماذا ليست ثقيلة؟ لأن الله قد أعطانا نعمته وتلك النعمة تعطينا القدرة على طاعة وصاياه أليس هذا شيقاً؟ أليس هذا شيقاً؟ إذن المفتاح هو أن نعرف ما يريده الملك وأن نطيعه بقوة تلك النعمة أتعلمون؟ إن قدت بسرعة ثمانين ميلاً في منطقة سرعتها خمسة وستون سأشعر بأنني سأقابل شرطياً لكن إن كنت أقود بسرعة خمسة وستين ميلاً سأكون واثقاً لن أخاف من أن يقبض علي أو أن أدفع مخالفة أو شيء كهذا إذن هذا هو المفتاح أن نعرف ما يريده ولهذا السبب مهم جداً أن نقضي وقتاً مع كلمته هل تقولون أمين؟ أمين 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 ستعرفون من هذا أن هناك أكثر من دينونة سأتحدث عن اثنتين فقط هناك دينونة للعالم ودينونة للمؤمنين هل تعلمون أن هناك دينونة للملائكة؟ وأن المؤمنين سيشتركون فيها؟ يتحدث الكتاب عن هذا الأمر بشكل خاص إذن يقول الرسول بولوس هكذا إذن أنا أركض كمتصابق لديه هدف وهكذا ألاكم لا كمن يسدد ضربات في الهواء بل أقص على جسدي وأخضعه لأن لا أصير أنا نفسي بعد أن بشرت الآخرين غير مؤهل تعلمون ما الذي يقصده بولوس في الأساس؟ يقول أنا أركض كمتصابق لديه هدف يقول أنا مدفوع بالأبدية في كلمة مدفوع دفع تعني سيارة تعني أن يقود أو يرشد أو يمنح القوة المحفزة تذكر الأمر كله في كلمته إن كلمته أبدية السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول عندما نفهم كلمته ونتمسك بها جيدا نكون كمن يقود بسرعة ملائمة للطريق نكون واثقين في سلام سعداء مؤمنين لماذا؟ لأننا نعلم أن ملك الكون راض عنا لأننا نسير في طرقه هل تقولون أمين؟ ما الذي يرشدكم ويحفز حياتكم على هذه الأرض؟ هل هي الأبدية؟ أم فكر ثقافتنا؟ هل هي آراؤنا؟ هل هو شيء مؤسس على حكمة إلهية؟ أم نقارن أنفسنا ببعضنا البعض؟ هل هو شيء مؤسس على التقاليد؟ هل مؤسس على الافتراضات؟ على الخرافات؟ هل ما بنينا حياتنا عليه سيثبت أمام عرش الدينونة؟ دعوني أقول لكل من يتابع لقد قلت لله يا رب كيف أوصل هذا الأمر لجيلي؟ فتحدث الرب معي بوضوح وقال افعل كما فعلت أنا قصة قصة وبتلك القصة يوضح عرش الدينونة وهكذا أعطاني الله هذه القصة وهي قصة طويلة في كتاب حياة دفعها الأبدية اسمها أفابل وهي قصة قرئت واستمع إليها الناس وأنتجناها في هوليوود توضح تلك القصة عرش دينونة المسيح وعرش دينونة الأبيض العظيم من المهم جدا أن تسمعوها قبل أن نبدأ المحاضرة التالية نراكم لحق تتحدث المحاضرة الأولى عن الأبدية أن تكون مدفوعا بالأبدية بهذا سنتخذ قرارات بطريقة مختلفة سنتحمل أمورا سنرى الأمور من منظور مختلف تماما سأوضح لكم يمكننا أن نواجه يسوع في يوم الدينونة بثقة كبيرة لأن محبة الله ناضجة فينا ما هي محبة الله؟ محبة الله ليست مجرد رفق وليست مجرد أن لا تتباهى بنفسك بل هي أن تحفظ وصياه لذلك الأمر المهم جدا هو كيف يمكننا أن نحفظ وصياه إن كنا لا نعلم ماذا تقول كلمته؟ أشجعك كخطوة عملية بعد سماعك لهذه المحاضرة أن تقرأ الكتاب لكن لا تقرأه وحدك خذ معك الروح القدس إنه المعلم سوف ينير كلمة الله ويعلمك كيف يمكن أن تطبقها على حياتك هذا الأسبوع لأن ما تفعله الآن يحدد كيف ستقدل أبدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر